الرئيس سيسي يؤكد أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلية الرئيس سيسي يعرب عن التطلع لمواصلة تعاون المثمر مع البنك الأوروبي خاصة في المشروع القومي لتطوير قراري في المصري الرئيس الأمركي بايدن يستضي في اليوم قمة عالمية للمناخ تزامنا مع يوم الأرض الواحدة بعد متصف الليلة الحادية عشرة بتوقيت جرانيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القهر أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة والتي تمثل أهمية بالغة في ظل ما يشهده المحيط الإقليمي من أزماته وخلال استقباله رونالد لاودر رئيس الكونغرس اليهودي العالمي أكد رئيس السيسي أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلية وفي اجتماع آخر مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أعضل لفرينو باساو أكد رئيس السيسي أن البنك الأوروبي شريك نجاح لعملية تنمية معربا عن تطلع مصر لمواصلة مسيرة تعاون في ضوء عملية تنمية الشاملة والمستدمة الجاري تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد رونالد لاودر رئيس الكونغرس اليهودي العالمي وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرة العامة صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استراد بعض الموضوعات في إطار العلاقات المصرية الأمريكية وكذلك عملية السلام في الشرق الأوسط وعددا من القضايا التي تتعلق بمكافحة الفكر المتطرف أكد السيد الرئيس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة التي تمثل أهمية بلغة في ظل ما يشهده المحيط الإقليمي من أزمات تهدد أمنى واستقرار المنطقة بأسرها وهو ما يفرض المزيد من التعاون والتشاور المنتظم بين مصر والولايات المتحدة لدرء تلك الأخطار خاصة في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة من جانبه أشهد لودر بمتانة العلاقات التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة معربا عن تقديره لدور مصر المحوري كركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية مشيرا إلى جهود مصر في التصدي لخطر الإرهاب ومسعيها الحسيسة للتوصل إلى حلول لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة وذلك بالتوازي مع إنجازاتها على صعيد الأصلاح الاقتصادي ودفع عملية التنمية الشاملة وهو الأمر الذي يرسخ دور مصر التاريخي على مختلف الأصعدة في المنطقة أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تترق إلى آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط حيث أكد سيد الرئيس أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق سوابت المرجعيات الدولية مشيرا سيادته في هذا الصدد إلى الجهود المصرية الحسيسة التي تتم بالتوازي لتحقيق عملية المصلحة الفلسطينية ولتثبيت الهدوء في قطاع غزة والتي تستهدف الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح سيسي السيدة أوديل رينوباسو رئيس البنك الأوروبي لإعادة الآمار والتنمية وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أوضح المتحدث الرسمي لرئيسة الجمهورية أن اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي والعمل على زيادة مساهمته في تمويل المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر حيث تم مناقشة أفاق تطوير التعاون المستقبلي مع البنك في عدد من القطاعات ذات الأولوية في مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة وتغير المناخ بالإضافة إلى التحول الرقمي والتكنولوجيا والتعليم والتدريب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تدعم جهود توفير فرص العمل لجميع الفئات ومشروع تطوير قرى الريف المصري وبرامج الإسكان وشبكات الأمان الاجتماعي شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مرسم التوقيع عن بعد الاتفاقيتين بين الشركة القابدة للمستخدرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا وشركة سينوفاك الصينية ويهدف توقيع الاتفاقيتين إلى الاستفادة من اللقاح الذي طورته شركة سينوفاك الصينية من أجل الوقاية من فيروس كورونا تبادل الخبرات لدعم إمكانات شركة فاكسيرا المختصة بتصنيع الأمصال واللقاحات في مصر بما يساهم في الحد من انتشار هذا الفايروس أثنى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على الاتفاقيتين الموقعتين مع شركة سينوفاك لتصنيع لقاحات في مصر من خلال شركة فاكسيرا وخلال لقاء مدبولي مع سفير الصين بالقاهرة ليعولي تشيانج اعتبر مدبولي أن الاتفاق يمنح مصر الفرصة لتصنيع لقاحات كورونا بشكل محلية كما أعرب عن تطلعه لسرعة تنفيذ الاتفاق وبدء التصنيع في أسرع وقت ممكن كما أعرب عن تطلع لسرعة تلقي دفعات كبيرة من الكمية المتعاقد عليها من اللقاحات والتي تصل إلى 40 مليون قرعة حتى يتسنى توسع في عملية التطعيم من جانبه وعد السفير الصيني بالقيام بما يلزم من أجل المساعدة في سرعة توريد دفعات التي تعاقدت عليها مصر شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة متابعة تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمتاشد والحسن جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء حيث تم استعراض آخر مستجدات الموقف الوبائي لفايروس كورونا وأشرت وزيرة الصحة هلزايد إلى ارتفاع ملحوظة في معدل الإصابات الأسبوعية وأشرت وزيرة الصحة أيضا إلى اتخاذ إجراءات لتعامل مع تزايد الإصابات خاصة بالمحافظات التي شهدت ارتفاع ملحوظة لافتة إلى أن الإجراءات التنفيذية لمواجهة كورونا في سهاج تمثلت في تحويل عدد من المستشفيات إلى مستشفيات عزل وفرز بكامل طاقتها مشددة على استمرار جهود تأمين احتياجات المستشفيات على مستوى الجمهورية من الأكسجين الطبية أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن زيارة ليبيا جاءت تأكيدا لعمق العلاقات وروابط المتينة وبمثابة رسالة واضحة بأن مصر تدعم أحدث واستقرار الأراضي ليبيا وإنهاء كافة أشكال التوترات وخلال جلسة مجلس الوزراء أشار مدبولي إلى أن الدولة بقيادة رئيس عبد الفتاح السيسي تساند كافة الإجراءات التي ستتخذها حكومة الوحدة الوطنية ليبيا كما أعلن مدبولي تشكيل لجنة من الوزرات المعنية لبحث أطور عودة العمالة المصرية إلى ليبيا فضلا عن استئناف أعمال لجنة العليا المشتركة بعد توقفها منذ عام 2009 من جهة أخرى شدد مدبولي في إطار حديثه عن تقرير مؤسسة فتش الذي أشهد بالاقتصاد المصري وتوقع ارتفاع معدلات نمو شدد على أن إشادة المؤسسات الدولية بما يحققه الاقتصاد المصري تدفع الحكومة إلى الاستمرار في بذل أقصى الجهود للحفاظ على ما تحقق وإنجاز المزيد وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والوفد الوزرية المرافق له قد اختتم زيارة ناجحة إلى ليبيا استغرقت يوما واحدا وشهدت التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات تأكيدا على الدعم المصري الكبير للأشقاء في ليبيا والجهود الكبيرة التي قادها الرئيس سيسي خلال الفترة الماضية للتسوية الأزمة الليبية قام رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بزيارة مهمة إلى العاصمة طرابلس على رأس وفد يضم 11 وزيرا مدبولي عقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الليبي عقب مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الوزراء في مقر الحكومة الليبية بطرابلس وخلال الجلسة شدد مدبولي على حرص مصر على دعم كل المشروعات التنموية في ليبيا كما شهدت الجلسة الاتفاق على بدء التحضير للاجتماعات المقبلة لللجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا كما أكد رئيس وزراء البلدين على أهمية مراجعة كافة الاتفاقيات التي تم توقعها من قبل من أجل تقييمها وتعديل ما يحتاج منها إلى تحديث مع اقتراح مشروعات مذكرات تفاهم واتفاقيات في كل المجالات محل الاهتمام المشترك وخلال مؤتمر صحفي مع تبيبة أكد مدبولي أن العلاقات بين مصر وليبيا علاقات تاريخية كما أعلن أنه يزور ليبيا حاملا رسالة من الرئيس السيسي لدعم الشعب والقيادة الليبية أسمحوا لي في البداية أن طبعا ننطل تحييات وخامة الرئيس عم الفتاة السيسي رئيس كمهورية السر العربية إلى الشعب الليبي والقيادة الليبية وأمانيان أقول لكم جميعا بكل النجاح في تحقيق خارجة الطريق في وحدة الأراضي الليبية وعودة الدولة الليبية القوية المتقدمة وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي أن مصر لم تتأخر في ملف التسوية الليبية مشددا على دعم كل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الليبية لتحقيق التنمية كما أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر حريصة على نقل خبراتها في التنمية إلى الأشقاء في ليبيا نتمنى كل الخطوات اللي نجاح الدولة الليبية نخذها في خارجة الطريق وتحقيق المصالحة ما بين كافة الطوارف الليبية وندعم الكامل كحكومة مصرية وخيادة والشعب المصري كل الخطوات اللي تقوم بها الدولة الليبية وإن شاء الله كلنا ندعم الإجراء الانتخابات في نهاية العالم الهاجئي من جانبه أكدت بيبة أن مصر وليبيا تربطهما علاقات وأواصر تاريخية كما أعلن عن الاتفاق على فتح السفارة المصرية في ليبيا بعد عيد الفطر إن حقومتنا حقومة الوحدة الوطنية في يولتنا ليبيا والتي كانت نالس الحوار السياسي ومساره السياسي الذي تم اختياره بديلا عن مسار العنف والاستقطار والقوة وهي تنضي أضمن بالعمل على خلق حالة من الاستقرار والأمن للوطن والمواطن والتأهية لانتخابات وطنية حرة ونزيحة تبدأ معها مرحلة جديدة من التنفيذ والتنفيذ إن حقومة الوحدة الوطنية تدرب تماما أهمية حالة التوابخ والتعاون للقيم والدول لنجاع كافة الأهداف السياسية التي تسعى لتحقيقها لصالح الوطن والمواطنين تربطنا مع مصر علاقات عميخة وأواصر متينة من الخوة والمصاهرة والتاريخ والمصالح المشتركة يتم حاليا الدور المصري في تعديل الحوار السياسي وتعمل وإيجاد حل الأزمة الليبية من خلال استضافة اجتماعات المنصار الاقتصادي والأمن ضمن الحوار الليب زيارة تاريخية تؤكد على استمرار المساندة المصرية لجهود القيادة الليبية الجديدة في عودة الأمن والاستقرار لجميع أراضي ليبيا الشقيقة بعث المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس ماجلس النواب ببرقية تهنئة إلى رئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان قال المستشار الدكتور جبالي أن العاشر من رمضان يوم مشهود يسجل تاريخ بأحرف من نور شهد تحرير أرض سيناء بأيدي القوات المسلحة الباسلة كما أكد أن رئيس سيسي حارصة منذ توليه المسئولية أن تبقى القوات المسلحة قوية مزودة بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا لتبقى مصر آمنة مستقرة بعث رئيس مجلس الشيخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برقية تهنئة لرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان وأكد المستشار عبد الرازق أن معركة العاشر من رمضان كانت بمثابة ملحمة كبرى قدمها رجال القوات المسلحة الباسلة على أرض سيناء الغالية قادوا فيها بدمائهم وأرواحهم الذكية في سبيل تحريرها معربا لرئيس السيسي وجنود القوات المسلحة البواسل وكافة أبناء الشعب المصري عن أسمة هاني بهذه المناسبة الذكية التي تعطي العبر والدروس في أهمية تمسك بالعقيدة والإيمان وحسن التقطيط والاستعداد الجيد لكل معارك الحياة شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد مشروع مراكز قيادة خارجي إعصار 62 الذي تجريه إحدى تشكلات الجيش الثالث الميداني يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي ولتشكلات ووحدة القوات المسلحة وبدأ المشروع بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة متضمنة تنظيم تعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة وأعقب ذلك مرور الفريق محمد فريد على مراكز القيادة والسيطرة للتأكيد من جهزيتها واستعدادها ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة الحياة وتقدير رئيس سيسي ووزير الدفاع لمقاتل الجيش الثالث الميدانية مشيدا بما يتمتع به من روح معنوية عالية وعزيمة وإصرار على تنفيذ المهام تحت مختلف الظروف وبكفاءة واقتدار استحدثت وزارة الداخلية وحدات متخصصة في تلقي وفحص البلاغات الخاصة بجرائم الأنترنت بكافة مدريات الأمنة على مستوى الجمهورية وسيكون بإمكان المواطن تقدم أيضا ببلاغه في كافة أقسام ومركز الشرطة تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بلاغات من أصحاب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واتساب تفيد طلقيهم رسائل مجهولة من أرقام دولية لدفع مبالغ مالية مقابل استرجاع حساباتهم التي تم الاستلاء عليها وعدم نشر محتوياتها وعقب تحريات الإدارة وجمع الأدلة واستخدام التكنولوجيا الحديثة تمكنت الإدارة من ضبط مرتكبي تلك الوقائع بالجيزة كما تم ضبط المستندات الدالة على نشاطهم الإجرامي الإدارة تمكنت أيضا من ضبط أحد الأشخاص مفرج عنه حديثا من السجون لممارسة نشاط إجرامي في سرقة الحسابات من على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب بلاغ طلقة الإدارة من سيدة بالبحيرة بتضرورها من قيام مجهول بسرقة حسابيها على موقع التواصل الاجتماعي والاستلاء على صور ومقاطع فيديو خاصة بها والتهديد بنشرها حال لم تدفع له مبالغ مالية واعترف بارتكاب الواقع ووقاع أخرى مماثلة بهدف الاستفادة المادية وقد طلقت الوزارة عددا من البلاغات في هذا الشأن وتم ضبط العديد من القضايا وضبط المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب تلك الوقائع سرقة الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وهم سومتك عليها بمقابل مادي هي واحدة من الجرائم الإلكترونية المنتشرة واللي بتشكل خطر عدى المجتمع واللي بتبدأ بمجرد فتحك للرابط اللي بيرسله لك شخص مجهول سواء إيهامك إن الرابط ده في معلومات مهمة خاصة بيك أو انت حال الصارق لصفة أحد شركات التواصل الاجتماعي وإيهامك بضرورة تحديث بياناتك وبمجرد إدخال اسم المستخدم لكلمة المرور الخاصة بيك انت كده وقعت ضحية سرقة حسابك الشخصي واستغلال البيانات اللي عليك تم استحداث وحدات متخصصة في تلقي وفحص البلاغات الخاصة بجرائم الإنترنت بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية وبإمكان المواطن التقدم أيضا ببلاغه في كافة أقسام ومراكز الشرطة عشان كده وزارة الداخلية بتحذرك بيانات حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي هي بيانات سرية جدا ومش بيتم تغييرها إلا بالطلب شخصي منك أنت حافظ على نفسك حافظ على بياناتك التقى وزير الخارجي سمح شكري رئيس سنغالي ماكي سالة في العاصمة دكارة وحسب ما أكد المتحدث باسم الخارجي السفير أحمد حافظ فقد سلم شكري الرئيس السنغالي رسالة من رئيس السيسي وكان شكري قد وصل إلى ذكار عاصمة سنغال في سادس محطات جولة الإفريقية قادما من نايجر وضم جولة الإفريقية كان وزير الخارجي سامح شكري قد سلم رئيس جمهورية نايجر محمد بازوم رسالة من رئيس السيسي وصرح لمتحدث رسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن رسالة تناولت آخر مستجدات ملف ساد النهضة وموقف مصر إزاءها في إطار الحرص المصري على تشاور مع نايجر في ضوء ما يجمعهما من علاقات متميزة وعضوية نايجر غير دائمة حاليا في مجلس الأمن ممثلة عن القارة الإفريقية كما نقل شكري تهنئة رئيس السيسي على تولي رئيس بازوم مهام منصبه مطلع الشهر الجاري عقب فوزه في الانتخابات الرئيسية الأخيرة وأوضح حافظ أن شكري حرص في هذا السياق على استعراض مدارة في اجتماعات كينشاسة الأخيرة مبرزا الإرادة السياسية الصادقة التي تحلت بها مصر خلال الاجتماعات أملا في أن تسفر عن إطلاق مسار تفاوضي قاد يؤدي إلى اتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ حقوق الدول الثلاث ويحقق مصالحهم المشتركة اعتمد لمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لضوية لجنة وضعية المرأة للأعوام من 2022 إلى 2026 وكذلك المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للأعوام من 2022 إلى 2025 وذلك كممثل للمجموعة الإفريقية وشرى بيان للخارجية إلى أن هذا الانتخاب يؤكد على المكانة وثقة للكبيرتين نألتين تتمتع بهم مصر على المستوى الدولي كما يعبر عن التقدير للخطوات التي تخذت في مصر على المستوى الوطني في مجال حماية وتعزيز حقوق المرأة في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك ما يتعلق بالإجراءة الشاملة منذ بدء جائحة كورونا شارك الأمين العام للوكلة المصرية للشراكة من أجل تنمية السفير محمد خليل في اجتماع افتراضي عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع ممثلي مكاتب وكلات الأمم المتحدة بالقاهرة دعت إليه المنصق المقيم للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا الاجتماع تناول سبو التعزيز التعاون المشترك في إفريقيا من أدل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وذلك في إطار الاتمام الذي تليه منظمة الأمم المتحدة بتعزيز التعاون للجنوب جنوب وكذا دعم مختلف آليات التعاون الثلاثية أكد قداسة البابا توادروس ثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا شدد البابا توادروس خلال العظة الإسبوعية بالمقر الباباوي بالكاتدرية المرقصية بالعباسية على ضرورة تشديد الإجراءات بالأخص في الفترة المقبلة ترأس دكتور القصة أندريا زاكي رئيس طائفة الإنجلية بمصر أول اجتماع لهيئة الأوقاف الإنجلية بمقر طائفة الإنجلية بالقاهرة وأعرب القصة أندريا زاكي خلال الاجتماع عن خالص التقدير والشكر لرئيس سيسي على ما يقوم به من مجهودات وقرارات تدعم قيما لعيش المشترك وتحقق حلم دولة المواطنة على الأرض أو أرض الواقع ويأتي الاجتماع الأول لهيئة أوقاف الطائفة الإنجلية بناء على قرار الرئيس بإصدار قانون بإنشاء هيئة أوقاف الطائفة الإنجلية بالنصر لمدة أربع سنوات وذلك بعد موافقة مجلس النواب على القانون وأيضا قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجلية تواصل قوافل سندوق تحيا مصر لليوم التاسع على توالي توفير المواد الغذائية والدواجن للأسر الأولى برعاية بمختلف محافظات الجمهورية وذلك ضمن حملة أبواب الخير والتي أطلقها السندوق بمناسبة شهر رمضان المعظم بتعاون مع وزارة التضامل الاجتماعي استقبل محافظة البحيرة لواء هشام أمنى قافلة أبواب الخير وتتضمن 96 طن من المواد الغذائية القافة بالأضفة إلى 9 أطنان من الدواجن يتم توزيعها على 8 ألاف أسر مستحقة يوصل الاقتصاد المصري مؤشرة الإيجابية رغم تحديات جائحة كورونا التي فرضت نفسها على أكبر اقتصاديات العالم إشادات دولية بأداء الاقتصاد المصري كان أبرز وتوقعات وكالتفتش التي أكدت أن مصر ستكون ضمن إحدى ثلاث دول فقط بشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ستعود إلى معدلات نمو قبل كورونا خلال العام الجاري إشادات دولية مستمرة تتلقاها مصر نتيجة قدرتها على مواجهة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية لتتصدر دول الشرق الأوسط في التعافي من كورونا وفقاً لتوقعات وكالتفتش حيث أكدت أن مصر ستكون ضمن إحدى ثلاث دول فقط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ستعود إلى معدلات نمو ما قبل كورونا خلال العام الجاري كما توقعت فيتش أن يصبح الاقتصاد المصري واحداً من الاقتصادات القليلة عالمياً الذي يشهد نمواً إيجابياً خلال فترة الجائحة نتيجة نمو الإنفاق الحكومي بجانب تعافي قطع السياحة بعد الدعم القوي الذي تلقاه من الحكومة بخلاف التوسع في إنتاج الغاز الطبعي وبالإضافة إلى إرادات قناة السويس والإجراءات التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي من خلال تخفيد سعر الفائدة وفي غضون ذلك أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري احتل المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربي خلال 2020 حيث بلغ حجمه 361 مليار متوقع أن يسجل معدل النمو لمصر 2.5% خلال العام الجاري وصولا إلى 5.7% في العام المقبل كما توقع أن ينخفض معدل التضخم في البلاد ليسجل 4.8% هذا العام مقارنة ب5.7% في 2020 مصر تبنت سياسات اقتصادية التوسعية خلال الجائحة ما سهم في الوصول إلى هذه المكانة رغم تداعية هذه الأزمة العالمية وذلك لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين بما يسهم في صون المكتسبات الاقتصادية التي تحققت بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على المصار الاقتصادي الآمن للدولة ما منح اقتصاد البلاد قدرا كبيرا من الصدابة في التعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية وتخفيف حدة الصدمات أوقفت نيابة أمن الدولة الأردنية 18 متهمة بمحاولة زعزعة استقرار المملكة في قضية تعرف باسم الفتنة وعلن نائب العام لمحكمة أمن الدولة نيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي تعارضت لها المملكة مؤخرا وسيتم إحالة القضية للمحكمة استقبل رئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفضي في مقر الرئاسة برام الله حملنا معه رسالة من الملك عبد الله ثاني وتؤكد عنق العلاقة التاريخية بين البلدين وقال وزير الخارجية الأردنية أن اللقاء أكد على تحقيق السلام العادل الذي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا حصل الشعب الفلسطيني يشقيق على حقوقه المشروع كاملة وفي مقدمتها حقه في الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدسة مشددا على ضرورة إيجاد تحرك الدولي القادر على وقف الخطوات الإسرائيلية الأحدية والتي تقود حل دولتين يلتقي رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم في روما بنظيره الإيطالي ماريو دراغي ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ويصل الحريري إلى روما في زيارة رسمية للفاتيكان حيث من المقرر أن يستقبله بابا فرانسيس كما يلتقي أيضا خلال زيارته بوزير الدولة في الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين تقدم رئيس السوري بشار الأسد بطلب رسمي لترشح في انتخابات رئاسة السورية المقبلة وأضاف رئيس مجلس الشعب حمود صباغ أن المجلس تلقى ثلاثة كتب من المحكمة دستورية العليا تعلمه بتقديم كل من بشار حافظ الأسد ومهند نديم شعبان ومحمد موفق صوان طلبات إلى المحكمة بترشيح أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية أكد مجلس السلام والأمن تابع للاتحاد الأفريقية عقد اجتماع اليوم الخميس لمناقشة الأوضاع في تشاد والصومال ويتولى مجلس السلام والأمن تابع للاتحاد الأفريقي تعزيز السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا والإنذار المبكر والديبلوماسية الواقعية وصنع السلام بما في ذلك استخدام المساعي الحميدة والوساطة والمصالحة والتحقيق والعمل الإنساني وإدارة الكوارث أكد مجلس العسكري في تشاد مواصلته العمل على مكافحة الإرهاب بعد مقتل رئيس أدريس دبي وقال المجلس العسكري في مؤتمر صحفي أنه يضمن الالتزام بالمواثيق الدولية كما شدد على أنه سيسلم السلطة لحكومة مدنية وقدد المجلس دعوة للحوار بين مختلف الأطراف المتنازعة في البلاد والاستمرار في العمل على مكافحة الإرهاب هذا وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إن رئيس مانوال ماكرون سيشارك في جنازة رئيس راحل دبي قالت وزارة الخارجية الأمريكية واشنطن منزعقة للغاية من العنف في تشاد في أعقب وفاة رئيس دريس دبي وتشعر بالقلق من أي شيء يعترض طريق الانتقال الديموقراطي للسلطة هناك وقال المتحدث باسم الوزارة ناد برايس إن واشنطن تراقب عن كثب الوضع السياسي في تشاد أذر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذريان إيران ركبت أجهزة طرد مركزي متطورة إضافية في منشأة تخصيب اليورانيوم المقامة تحت الأرض وتخطط لإضافة المزيد وقال تقرير الوكالة إلى دول الأعضاء إن الوكالة تحققت في منشأة تخصيب الوقود من أنه تم تركب ست مجموعات تضم ما يصل إلى ألف وأربعة وأربعين جهاز طرد مركزية ومجموعتين تضمان أو تضمان أو تضمان عفواً ما يصل إلى ثلاثمائة وثمانية وأربعين جهاز طرد مركزية بعضها قائد الاستخدام يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس قمة المناخ بتزامن مع يوم الأرض بحضور نحو أربعين من قادة دول العالم وذلك عبر الفيديو كونفرنس في خطوة تسعى الولايات المتحدة من خلالها إلى تأكيد استعادتها القيادة للجهود العالمية لمواجهة تغير المناخية تستمر القمة يومين وتتضمن قلساتها بعض الكلمات والعروض العلمية وقلسات افتراضية مصغرة ستتناول اختراعات تكنولوجية وخلق فرص العمل والطرق اللازمة على المدى البعيد لإبطاء تغيرات المناخية أكد لبيت الأبيض استمرار المحدثات رفيعة المستوى بشأن عقد قمة محتملة بين رئيس جو بايدن ونظيره روسي فلاديمير بوتين وأوضح البيت الأبيض في بيان له أن رئيس بايدن يرى وجود فرصة لإجراء محادثات مع روسيا بشأن قضايا عدة بينها الانتشار نووي وملف إيران يأتي ذلك بعد أن كان الكريملين أعلن في وقت سابق أن القرار نهائي بشأن كيفية تجاوب مع اقتراح الولايات المتحدة لعقد قمة بين رئيسين روسي فلاديمير بوتين والأمريكيجو بايدن يعود إلى الزعيم الروسية استدعت أوكرانيا قوات الاختياط وسط تصاعد توتر مع روسيا هذا وكانت دول الغربية وأوكرانيا كانت قد أعربت عن قلقها إزاء تحرك القوات الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا لكن موسكو أكدت أن تنقل قواتها المسلحة داخل أراضيها يعتبر شأنا داخليا لها وأنه لا يهدد أحد حذر رئيس روسي فلاديمير بوتين خصوم بلاده من تخطي الخطوط الحمراء لروسيا مشيرا إلى أنه لن يتردد في الرد على أي خطوات عدائية من جهة أخرى أشهد بوتين خلال خطابه السنوية أمام الجمعية الاتحادية الروسية بكهود العلماء الروس بعد تطوير ثلاثة لقاحات فعالة ضد الفيروس كورونا لفتا إلى أنه يستعد في الوصول إلى المناعة الجمعية ضد الفيروس بحلول الخريفة لقد استطعنا أن ننتقل نقل نوعية عبر علمائنا فلقد ظهر لدينا اللقاحات ضد كوفيد وهذا كان نتيجة للعمل لعدة سنوات وإمكانياتنا لسنوات عديدة وأود هنا أن أقدم الشكر لكل من عامل في إنتاج العقاقير واللقاحات الكوفيد لم يتم الانتصار عليه بشكل كامل ونحن نرى أن هناك تهديدات ونرى أن الوضع في الدول التي تعاني من هذا الوباء هناك نمو لعدة المرضى ونحن نسعى بكل جهودنا لمنى انتشار هذا الوباء وفي داخل دولتنا أيضا ترجمة نانسي قنقر أذنت محكمة أمريكية الشرطية السابقة داريك شافن المتهم بقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد بجميع التهم الموجهة إليها في خطوة لا قد ترحيبا من رئيس الأمريكي جو بايدن مؤكدا أنها خطوة كبيرة في طريق العدالة بالولايات المتحدة بعد التداول لمدة عشر ساعات على مدار يومين وجدت هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصا أن الشرطي داريك شافن البالغ من العمر 45 عاما مذنبا في جميع التهم الموجه إليه بما في ذلك القتل من الدرجة الثانية وخالصت إلى أن تصرفاته كانت عاملا سببيا جوهريا في وفاة المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد ثلاثة أسابيع استغرقتها المحاكمة واستمعت خلالها هيئة المحلفين لأقوال 45 شاهدا مسؤولون رفيع المستوى في شرطة ولاية منيابوليس حيث قتل فلويد بطريقة وحشية في الخامس والعشرين من مايو الماضي بعد أن وضع شافن ركبته على رقبته لمدة تسع دقائق وتسع وعشرين ثانية قبل أن يلفظ فلويد أنفاسه الأخيرة عائلة فلويد من جانبها حرست على مشاهدة النطق بالحكم من وراء شاشات التلفزيون وقفزت فرحا بمجرد النطق به معربة عن شعورها بالارتياح بعد إدانة الشرطي وفي أول تعليق له وصف الرئيس الأمريكي الحكم بإدانة الشرطي بأنه خطوة هائلة إلى الأمام في طريق العدالة بالولايات المتحدة لكنه أشار إلى أن مثل هذه القرارات نادرة جدا ومؤكدا أن العنصرية الممنهجة وصمة على جبين أمريكا كما وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الحكمة بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة في الولايات المتحدة معربة عن شكرها لفلويد لأنه ضحى بحياته من أجل العدالة بحسب تعبيرها من جانبه قال المدعي العام لولاية مينيسوتا خلال مؤتمر صحفي إن الحكم ليس نهاية الطريق وإن مكتبه يتوقع من بينهم تن أخرى هذا الصيف دون توضيح تلك القضية الحكم بإدانة الشرطي ديريك جوفين وضع نهاية لقضية أثارت مظاهرات واسعة في أنحاء الولايات المتحدة احتجاجا على وحشية الشرطة ضد الأقليات والعنصرية الممنهجة وظهرت الانقسامات العرقية العميقة في المجتمع الأمريكي أعلنت وزارة الدفاع الألمانية عزمها سحب قواتها المتشرة في أفغانستان اعتبارا من رابع من يوليو المقبل وذكرت وزارة الدفاع الألمانية أن المداولات قارية في تجاه تقليص فترة الانسحاب إلى أقرب وقت ممكن هذا وأعلنت دول الحلف الأطلسي أنها قررت البادئ في سحب قواتها المتشرة في إطار مهمة تحالف في أفغانستان بحلولي الأول من مايو على أن تنجز ذلك في غضون بضعة أشهر قلت شرطة إن انفجارا واقع في فندق أودى بحياة أربعة أشخاص وأصاب أحد عشر آخرين جنوب غرب باكستان ويقع الفندق في كويت عاصمة إقليم بلوخستان في جنوب غرب باكستان الذي أشهد منذ فترة طويلة تمردا محدودا من سكان محليين وتحول الشرطة تحديد ما إذا كان الانفجار ناجما عن قبلة وما قد يكون نوعها أعلنت وزارة الصحة تسجيل 861 حالة جديدة ثابتت إيجابية تحليلها معمليا بفايروس كورونا وأفات 46 حالة جديدة وأوضح دكتور خالد مجاهد مساعدة وزيرة الصحة والسكن للإعلام وتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل خروج 435 متعافيا من فايروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالية المتعافين من الفايروس إلى 164803 حالات وذكر مجاهد أن الإجمالية العدد الذي تم تسكيله في مصر بفايروس كورونا هو 218902 من ضمنهم 12866 حالة وفاة أعلن رئيس المركز جو بايدن أنه تجاوز الهدف الذي وضعته إدارته للمأة يوم الأولى من عملها وذلك بتوزيعها 200 مليون قرعة من لقاح كورونا وكذا بعيد أن جهود التلقيح المضاد لفايروس كورونا أنقذت حياة الكثير من الأمريكيين الأشهر الثلاثة الأولى من برنامج التلقيحي ركز على استهداف اللقاحات خاصة للأشخاص المعرضين للخطر الآن هدفنا هو أن نصل إلى الجميع كل أولئك الذين فوق 60 سنة في الولايات المتحدة أينما كنتم تعيشون ومهما كانت ظروفكم إذا كنتم أكبر من 16 عاما فإنكم ستحصلون على التطعيم مجانا ولدينا اللقاحات طبعا وصلنا إلى هذه المرحلة من المهم أن ننظر إلى ما نحن عليه اليوم بعد ثلاثة أشهر من لمساعدة الموظفين في القطاع الصحي والذين هم يواجهون مخاطر صحية والحضانات والمسنين فإن الإنجاز الذي حققناه كان رائعا جدا دعوني فقط أذكر بعض الإنجازات أولا من يوم الأحد السابق فأكثر من 50% من الأمريكيين البالغين حصلوا على الأقل على جرعة واحدة طبعا نحن لا يزال طريق أمامنا ولكن هذا مهم جدا للتقدم أما فيما يتعلق المجموعات فأكبر مجموعة ركزنا عليها في 92 يوما كانوا المسنين وأولئك الذين هم فوق الخامسة والستين عاما إنهم كانوا النسبة الأكبر من الذين توفوا بسبب كوفيد وحين تسلمت السلطة فثماني بالمئة من أولئك الذين فوق الخمسة والستين عاما حصلوا على جرعة واحدة وأعلنوا أنه بدءا من غدا فإننا سنصل إلى ثمانين بالمئة من الذين هم فوق الخمسة والستين عاما التقى الرئيس المجلس الأعلى للإعلام الكاتب الصحفي كرام ماجابر مع المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة راشا راغب وذلك للإعداد لأول دورة تدريبية للقيادات الشابة من الصحفيين والإعلاميين وأعلان شروط وقواعد لاختيار عقب انتهاء شهر رمضان المعظم قرر لمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حفظ الشكاوى المقدمة ضد مسلسل الطووس بعد التحقيق مع المسؤولين عن إنتاجه حيث تبين الحصول على الموافقات لازمة من رقابة على المصنفات الفنية ولم يتم منع عرض المسلسل سواء قبل إجراء التحقيقات أو بعدها شهد محافظة البحيرة لواء هشام أمنى احتفالية تخريج الدفع الأولى ببرنامج تدريب الشباب الحرفي بإجمالي 44 شاب من أبناء مركز أبو حمص ممن تم تدريبهم لتنفيذ برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني بالمرحلة الثانية الممول من الحكومة والاتحاد الأوروبية وأشار محافظة بحيرة في تصريحات لأكستر نيوز إلى أنه تم تدريب 44 شاب بأبو حمص ضمن إجمالي عدد 200 شاب وفتاة مستهدف تدريبهم بمدن ومراكز المحافظة وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مجالات الكهرباء السباكة والنجارة والدهانات وتم منحهم شنطة المعدات والآلات التي يتم استخدامها في العمل النهاردة يزيد ده عندنا بالنتيجة مجموعة تيفيت إيجيب ويكون على رأسها دكتور ماجد بركات اللي أنا بشكره والأستاذ أحمد بشير وأقولنا حلمي تاني أنه نحن دربوا ولادنا على المهن الفنية ويكون النهاردة طبعا هديتنا في نهاية التدريب لتأهيل أربعة وأول أربعة واربعين شاب من شباب البحيرة شنطة العدة اللي هيستخدمها في الوظيفة اللي هو تدرب عليها بنقول ده طبعا عمل عظيم جدا للمؤسسة بنشكرها وإن شاء الله المؤسسة متواجدة معنا على أرض البحيرة عشان تكمل بقية مشوارها دخول محافظة البحيرة هو شرف لها لأن في محافظة البحيرة فيها شباب يستحق هذا النوع من الدعم في مجال التعليم الفني والتدريب المهني لأنه هو ده المستقبل ما عادش ينفع الشاب ينتظر الوظيفة والعمل المكتبي وإحنا طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنهتم جدا بالتعليم الفني والتدريب المهني خاصة وبوجود المبادرة الرئاسية الكريمة من سيادته ومن فخامته حياة كريمة اللي أحد مراكزها هو مركز أبو حمص اللي النهاردة إحنا خرجنا منهم مجموعة وإن شاء الله زي النهاردة هنكون مخرجين مجموعة أكبر كمان في مجال آخر برنامج ده متطور التعليم الفني والتدريب المهني ده برنامج موامل من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة الهدف من وجود البرنامج تضافر الجهود ما بين قطاع التعليم الفني ما بين الجهات والوزارات بعضها البعض عشان خاطر في الآخر نطلع بعمل فني ماهر يتوظف وظيفة لائقة أو يشتغل في مهنة لائقة طاليك بيه ده البرنامج يتعرض والمؤسسة من وقتها بدأت أقدم وعملت انترفيو مع المؤسسة وكده وبعد كده أعلنوا موعد التدريب ونزلت عملت تدريب يعني كانت دورة تدريبية مكوناة من 15 يوم نزلت اتدربت عليها نظري تمام وبعد كده بعد النظر ابتدت يعني أتدرب عملي وبعد كده نزلت الموقع الميداني اللي أنا أتدرب بقى على أرض الواقع وإن أنا أشتغل عملي وأعمل شغل كويس ولأن هذه وقفة مع أخبار الرياضة وقع منتخب مصر الأولمبي إلى جنب منتخبات الأرجنتين وأسبانيا وأستراليا بالمجموعة الثالثة لمنافسة كرة القدم بأولمبياد توكيو وستفتتح مصر مبارياتها بمواجهة إسبانيا ثم الأرجنتين وأخيرا أستراليا وقسمت المتخبات الستة عشر قبل القرعة التي أغريت في مدينة زيوريخ السويسرية إلى أربعة مستويات وفقا لنتائجها في آخر خمس دورات أولمبية فاز فريق سموحة على الأهل بهدفين لهدف المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر في الدور الممتاز الهزيمة جمدت رصيد الأهل عند ثلاثين نقطة في المركز الثاني من ثلاث عشرة مباراة بينما ارتفع رصيد سموحة إلى سبع وعشرين نقطة من ثمانية عشرة مباراة لأستقر في المركز الخامس في جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة فقط عن المربع الذهبية واجه زمالك فريق الإنتاج الحربي اليوم الخميس في لقاء مؤجل من الأسبوع السادس عشر لبطولة الدور الممتاز وسيقام اللقاء في تاسعة ونصف مساء ويمتلك الزمالك ثلاث وثلاثين نقطة في المركز الأول بينما يحتلوا الانتاج المركز الأخير برصيد إثنتي عشرة نقطة تأهل فريق بيرمدز إلى ربع نهائي بطولة الكنفدرالية الإفريقية بفوزه على مضيفه نكاعة الزنبية بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بكأس الكنفدرالية الإفريقية وسجل عبدالله السعيد هدف الفوز في دقيقة الثامنة والسابعين ورفع بيرمدز رصيده إلى تسع نقاط محتلاً المركز الثاني ضمن تأهل إلى ربع نهائي بينما تجمد رصيد نكاعة عند ست نقاط في المركز الثالث تقام الخميس أربعة مباريات ضمن منافسات الجولة الحادية للدوري الإسباني حيث يلعب المتصدر أتلاتيكو مادريد أمام ضيفه هويسكاف في السابع مساء بينما يلتقي إبارة مع ضيف غرناطة ويلعب ريال سوسيستان أمام سلتافيغو في التاسعة كما يلعب برشلونة مع فريق ختافي في العاشرة مساء فزا فريق منشستر سيتي على مضايفه عستنفلا بهدفين لهدف المباراة التي احتضنها ملعب بيلا بارك ضمن لقاءات الجولة رقم 32 من الدور الإنجليزية الممتاز وبتلك التي قام عزز سيتي من صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 77 نقطة بينما تجمد رصيد عستنفلا عند 40 و40 نقطة في المركز الحادي عشر أشهد رئيس الوزراء البريطاني بويس جونسون بقرار الأندية الستة من الدور الإنجليزية الممتاز لانسحاب من مشروع دور السوبر الأوروبية الذي أثار القدل منذ لحظة الإعلان عنه من جهة أخرى أعلن نادي أتلاتيكو مدريد الإسباني ونادي أنتر ميلان الإيطالي انسحابهما من البطولة بعد ساعات من ضقة عارمة جاءت أشبه بصاعقة باتت مسابقة دور السوبر الأوروبي الوليدة التي تزعمها رئيس نادي ريال مدريد الإسبانية فلورنتينو بيريز في مهب الريح الضربة التي تبدو قاصمة جاءت من مهدي كرة القدم إذ أعلنت أندية الدور الإنجليزي الممتاز انسحابها من دور السوبر الأوروبي بعد 48 ساعة من إطلاقه وكان منشستر سيتي أول نادي يترك المسابقة الجديدة تله منشستر نايتد وليفربول وأرسنال وتوتينهام هوتسبير ثم تخلت شيلسي أيضا عن قرار الانضمام للبطولة وذلك بعد ضغط جماهيري امتد حتى إلى اللاعبين حيث انضم النجم المصري محمد صلاح إلى رفاقه في ليفربول لإصدار بيان مشترك يؤكد عدم رغبتهم في تنفيذ البطولة وانتماءهم غير المشروط لجماهير النادي كما تقدم جون هنري مالك ليفربول باعتذار إلى المشجعين والمدرب يورغين كلوب بسبب الارتباك الناجم عن دور السوبر الأوروبي وفي مواجهة كل تلك التطورات المتلاحقة أعلن مؤسس البطولة المثيرة للجدل أنهم سيعيدون النظر في الخطوة الأنسب لإعادة هيكلة المشروع وذلك في أعقاب موجة الانسحابات من الأندية المؤسسة وكان إعلان بطولة دور السوبر الأوروبي قد لقى معارضة واسعة النطاق داخل عالم كرة القدم وخارجا ووصلت إلى أروقة السياسة بدون الاتحاد الأوروبي وقالت الجهات المسؤولة عن الرياضة وأندية أخرى ومجموعات مشجعين إن البطولة انفصالية وستزيد من قوة وفراء أندية النخبة وإن الهيكل المغلق جزئيا لهذا الدور يتعارض مع نموذج كرة القدم الأوروبي المعروف ولأن هذه الوقفة مع أخبار طقس يتوقع خبر هيئة الأرصاد الجوية نيسود اليوم الخميس طقس ماء للحرارة نهارا لطيف ليلا وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة موسيقى 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 وبدرجات الحرارة المتوقعة مشاهدين الكرام تكون قد انتهت دين نشر الإخبارية ختاما هذه تذكرة بأبرز العنام موسيقى الرئيس السيسي يؤكد أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلية موسيقى الرئيس السيسي يعرف عن التطلع لمواصلة تعاون المثمر مع البنك الأوروبي خاصة في المشروع القومي لتطوير قراري في المصرية موسيقى الرئيس الأمريكي بايدن يستضيف اليوم قمة عالمية للمناخ موسيقى ختاما نحيط علم سادة المشاهدين بأن تردد أكستر نيوز القديد 11.785 ومعدل ترميز 27.500 ومعامل استقطاب رأسي إلى اللقاء موسيقى